بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المسنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لك واشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتبائه بإحسان سبحانك العلم لا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعونا ووفانا بما علمتنا وزيدنا علم ونسلك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد في القول والعلم والعمل نازلنا في الحديث الذي قبل هذا وهو حديثه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إذا المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال ابن عبد الله والله لا نمنعهن قال فأقبى عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعن وفي لفظ لا تمنعه إيماء الله ما سجد الله تكلمنا عن شيء من بعض ما يتعلق به هذا الحديث أو بعض فقه هذا الحديث أولا كما تعلمون هذا الحديث ورده المصنف رحمه الله على أنه أو أنه من تحت الباب باب فضل الجماعة ووجوبها ومر معنا حديث يدل على فضل الجماعة وعلى وجوبها وهذا حديث يدل على أن النساء تحضروا الجماعة على أن النساء تحضروا الجماعة وتكلمنا أن أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا استاذنت أحدكم مراته أن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها ولا بد أن تستاذن سواء إذن صريح أو إذن عرفي بمعنى أنه من المعتاد أو العرف بينهما بين الزوج الجماعة أن تخرج وهو ياذا لها المقصود أن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وتكلمنا كذلك على أن الأصل في المرأة هو القرار في بيتها وقلنا إن هذا ليس حبسا وليس إهانة ولا نقصاً ولا نقصاً ولا تنقص المرأة وإنما هو بيان للوظيفة توزيع أعمال الزوجين فيما بينهما المرأة عملها ووظيفتها ودورها الذي لا يقوم به غيرها وفي بيتها حتى الرجل لا يستطيع أن يقوم بما تقوم المرأة أبداً والرجل عمله غالباً خارج البيت بمعنى أنه توزيع وظيفي حينما تمر المرأة بأن تقر في بيتها ليس كما قلنا حبساً لها ولا يهانة وإنما توزيع وضعيف بل في كل تقريباً النصوص الشرعية أن البيت منسوب للمرأة لا تخرجوهن من بيوتهن لأنها هي مسؤولة البيت وهي مديرة البيت فوقرنا في بيوتكم خطاب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم والأصل البيت للزوج مركية البيت للزوج ولهذا إذا طلقت أو إذا خلعت أو إذا حصل فراق تخرج ما يخرج الزوج لكن سمي البيت بيتها أو سمي البيت بيتها لأنها هي مسؤولة ولأنه لا يعمر البيت دونها أمداً ما يعمر البيت ولا يصلح بيت لسه فيه مراه غير عامر خارب ولهذا من باب أنه يعني تعرفون أخرب بيوت بيوت العزوبية الأخبط تمام الفوضى فالمقصود أن توجيه الإسلام لأن تكون مرة في بيتها ليس إهانة ولا تحقير ولا تنقس وإنما هو بيان للوظيفة وبيان الدور العظيم بل هي مشاطرة بين الزوج والزوجة الزوجة عملها هنا ورجل عمله في الطرف الآخر ولكن معلسف معلسف أن المعاصرين والحضار المعاصرة قلبت الموازين ويعني جعلت معنا خاطئة وكاذبة في ثقافتها أن وجود المر في بيتها أن حبس لها وأن المرأة عمل وخرج البيت وإنما تغير صحيح ما فزدت الأسر ولا فزدت المجتمعات إلا حينما اختلت الوظيفة اختلت وظيفة المرأة ولا يزالون أيضا يسعون في الفساد وهم يعلمون الفساد يعني فساد البيوت وفساد الأسر هو فعلا لهذا الخلل الوظيف يعني هو خلل وظيف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فأي إنسان ذكرا أو ونثى يتخلى عن وظيفته وخاصة وظيفة إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون منسجمة مع تركيبه وتكوينه الجسدي والعقلي والذهني والفكري وقواه البدنية هذه وظيفة هذه وظيفة الرجل وهذه وظيفة مرأة أي خلل أو دخول رجال في وظيفة نساء أو مساء وظيفة الرجال هذا خلل ولا يزال المسرية تعاني معاناة وسوف تعاني من هذا الخلل إن لم يعودوا ومع هذا لا يزال الناس في عماء في عماء كثير ويظنون أن فعلا أن يعني بقاء المرأة في بيتها أن هذا إهانة لها أو أن تنقص لها أو أن احتقار أو أن هو حبس وضد حريتها صحيح المرأة عملها الأساسي ولا يقوم به غيرها ولا يحسنه غيرها لأن تقوم في إدارة منزلها وتربية أولادها الرجل يربي والمرأة تربي لكن لكن تربية المرأة تختلف عن تربية الرجل بل حاجة الأطفال بيني وبنات إلى النوعين في التربية الذكور والأنوث الطفل يحتاج أمرين يحتاج إلى المرأة وإلى الرجل ولهذا لاحظوا حينما أخرجوا المرأة من بيتها سلموا الأطفال لمن؟ الحاضنات نساء هل من المعقول أن تقوم الحاضنة بدور الأم مستحيل ما يمكن أبدا ولهذا المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم بمعنى لابد أن تستأذن وقلنا أيضا أنه ما دام أنه له حق أن يستأذن وأن يأذن بمعنى له حق أن يمنع لأنه لو أن من استأذن لابد أن يأذن ما صار استئذان الاستئذان يعني أنك حقا لك أن تقول لا أو أو نعم وإلا ما كان هذا استئذان صار هذا أمر إلا هنا النبي صار فيه هذه قضية خاصة قال فلا يمنعها وإلا الأصل إذا استأذنت المرة أن له أن يمنعها أو يأذن لها أما هنا لا قال فلا يمنعها إذن هذا قال علماء خاص خاص في المسجد إذا طلب إذن المسجد ينبغي أنه أن لا يمنعها بالتوجيه النبوي والطلب النبوي لا يمنع وهذا في المسجد خاصة لماذا لأن المسجد فعلا يعني له دوره في المجتمع وله دوره في الحي وينبغي أن المرأة يعني تستفيد من وظيفة المسجد ومن رسالة المسجد ولهذا إذا استأذنت المسجد لا ينبغي أن تؤذن لا أن تمنع أما لو استأذنت السوق أو استأذنت للمكان آخر أو حتى لوالديها له أن يأذن أو لا يأذن لو استأذنت تنتثب لأمها وبها ومنعها لا يجوز لها أن تخرج لا يجوز لها أن تعصي زوجها ولو كانت طلبت أن تزود أبها أو أمها المريضين ولو كان مريضين طاعته مقدم على حق الأبوي هذا لماذا هذا كل لتنظيم البيت إذا لم يكن فيه قوامة وإذا لم يكن فيه ترتيبات وإذا لم يكن فيه صلاحيات فسد البيت لو كانت مرة خرجت خرجت ولاجة ما ما عمر البيت لابد أن يكون المسؤول يطاع ولابد أن يكون وإن كان لا ينبغي لزوجها يتعسف وإذا ما ينبغي أن يكون سهل وأن ينبغي أن يكون حكيم وأن ينبغي لا شك أن يأذن لأبيها وامها لكن لو منعها تبقى وتأثم لو خرجت وتأثم لو خرجت المقصود أن المسجد لا ينبغي أن يمنعها ولا يمنع لأنه إذا سات أحدكم لمرأته فلا يمنعها قال فقال بلال ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر بلال هذا ولده وكذا رجلا طبعا كان رجلا وقيل أنه واقد له أولاد له سالم وعبد الله واقد وغيرهم قيل أن الذي قال ذلك هو واقد وليس بلال وفي بعض الزيال أن أحد أبنائه لكن الشيخ ذكر أنه بلال كما في البخاري بلال هذا ابن عبد الله بن عمر فلما سمع بلال أباه يقول هذا أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سنت أحدكم نراته فلا يمنعها قال بلال رحمه الله والله لنمنعه طبعا بلال ما قال هذا مقصود أن يخالف السنة لا إنما رأى التغير في النساء رأى يعني فساد في بعض النساء فقال لم نع فجهة منع بلال غير الجهة التي سبه فيها أبوه فأقبل عليه عبد الله يعني أبوه فأقبل عليه فسبه سبا ما سمعته سبه مثله مثله عبد الله عبد الله بن عمر معروف في التزامه بالسنة وشدة ديانته وأيضا فقه رضي الله ورضاه عبد الله بن عمر من أفقر الصحابة ومن أصلاحهم وأكثرهم ديانة وليهذا هو تجنب الفتن عبد الله بن عمر ما دخل في الفتن أبد الفتن بيالصحاب تجنبها تماما فلما سمع هذا كلام ابنه سبه سبا شديدا ولا شك أن هذا هو الموقف الذي يبغي أن يكون يعني أي إنسان يقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يوقف عند حده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الوحيين ونزل عليه الوحيان كتاب السنة فالسنة وحي القرآن وحي والسنة وحي فما صح من السنة لا يجوز أبدا تجاوزه أو الافتيات عليه أو التطول عليه وأحب نطمئنكم الله عز وجل حفظ الذكر إننا نحن نزل ذكر وإننا له الحافظ القرآن محفوظ حفظه ظاهر ظاهر تماما وإن كان أيضا حاول أن شكك فيه من شكك منذ بدء نزوله ولكن محفوظ كذلك السنة حاول من يحاول أن يشكك فيها ولا يزالون طبعا وسوال ينتقوا الساعة شكوا في السنة أو في الكتب السنة الصهاء في البخاري وفي غيره ولكن هم لن ينالوا شيئا ولن ينالوا خيرا لأن الله تكفل بحفظ ذكر ولهذا يعني من 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 مما يفرح به المسلمون ويسرون به ويبتهجون وهو فضل الله عز وجل ورحمته وحفظ وليا الدين أن حفظ السنة هيأ الله له من الرجال ومن الطرق ومن الأشياء الإبداعية العجيبة لا يوجد في تراث أمة من الأمم مثل ما حفظ تراث المسلمين أبدا لا في الحضرة الهندية ولا الأوروبية والصينية والفارسية أبدا حفظ الله عز وجل وهيئ الرجال ليحفظ السنة بشكل عجيب القرآن حفظ من عهد النبي صلى الله وسلم السنة بدأ حفظها أو كتابتها أو تدوينها أو توثيقها تقريبا بعد المئة الأولى وإن كان كان موجود طبعا صحف للصحابة لعبد الله بن عمر وبن مسعود وغيرهم وأبو هريرة له صحف أكتوبها محفوظة يعني لكنها كانت على هيئة مفرقة فلما بعد المئة الأولى بدأ وهي قريبة طبعا بمعنى ما ضع شيء لازل الصحابة متوافرين وموجودين فبدأ التدوين وإن كان أخذ التدوين طبعا أخذ مراحل وأخذ أنواع بدأ مكتوبا مخلوطا بين المرفوع والمرسل وآثر الصحابة وفقصة كما في الموطة وغيره ثم بدأوا مع التدريج يميزونها الصحيح الكتب الأحكام الدرجات الصحية البخاري المسلم الكتب الستة وما بعدها المستدركات إلى آخره لكنه عمل دقيق وجبار لا يوجد ليومة وليهذا حاول من حاول سواء مستشرقين أو مستغربين أو من يهود وغيره أن يشككوا في السنة ولا يزالون ولكن لا يضر بذا ولن ينالوا خيرا ولن ينالوا شيئا وهي محفوظة وإن حاولوا يحاولوا شكك ويقولوا لكن محفوظة شاء وما بأه لأن الله هو الذي هو الذي تكفل كأننا حافظون إننا نحن نزال ذكر وإننا له لحافظون بينما في كتب الهدو نصارى قال بما استحفظوا مكتاب الله بمعنى أن الله وكل حفظه لهم فلم يحفظ وكل حفظه لهم فأضع حريفة التوراة والنجيل محرفة بينما قرآننا محفوظ لأن الله تولى حفظه طبعا تولى حفظه بمعنى هيئة الرجال له وهداهم للطرق الصحيحة في تدوينه وكتابته وتوثيقه والتثبت فيه والرواية والإجازة والسند إلى آخره فإطمئنه إطمئنه مهما تطاولون يحرقون المصاحف أو ينشكلون المصاحف أو في السنة أبدا محفوظ إلى أن يذن الله بقيام الساعة طبعا آخر الزمن قبل قيام الساعة نعم يرفع القرآن يرفع القرآن ولا تقوم الساعة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله بل مقصود أن القرآن محفوظ والسنة محفوظة ومن حفظها الغير عليها من حفظها الغير عليها وهذا عمر يعني تكلم عن أبنه كلاما شديدا ولهذا قال فسبهوا سببا ما سمعته سببه بمعاني يقول أقول لك الرسول يقول لا تمنعوا يقول الله لا يمنعهم حتى هذا لا شك أن بلال رحمه الله لم يقصد طبعا لم يقصد هذا لم يقصد مخافة السنة لكن لكن عبد الله أولده أراد أن يؤدبه وبلال كان كبيرا وكان عنده عنده كبير وعنده أو بيت وعند أهل ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال أما أنا بلال يقول عن نفسه أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله فهو من هنا تكلم عليه أبوه عبد الله وأيضاك العلماء أنا من فقه هذا الحديث أن للرجل أن يؤدب ابنه ولو كان كبيرا للأبي أن يؤدب ابنه ولو كان كبيرا لأن فيما يبدو أن ابنه كان رجلا وكان مزوجا وكان لها أولاد ولهذا قال في الروايات كما في بعض روايات قال فسأمنع أما أنا فسأمنع أهلي بما أن عنده زوجة فمن شاء فليسرح أهله فنهره أبوه نهرا شديدا وسبب وسبب سببه ليس لعنه لا بمعنى نهره نهر شديدا وتكلم كلاما شديدا أقص عليه ولا شك أن هذا ينبغي أن يقص على في هذه المواطن من يملك أن يقصو ينبغي أن يقصو على السنة والقرآن ليست مجال للتطاول أو للتلاعب أو للسخرية صلى الله سلام قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط وقال عبد الله لابنه قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لم نعهن يعني هذا هذا محادة ووفتيات فأراد أن يقفه عند حده وهذا هو الذي ينبغي يعني من يملك سواء كان أبا أو معلما أو مسؤولا أو وليامر حينما يتطاول من يتطاول على مثل هذه الأمور ينبغي أن يوقف عند حده ممن يملك التأديم وفي لفظ لا تمنع إيماء الله مساجد الله هذا بعض الروايات لا تمنع إيماء الله مساجد الله طبعا إيماء الله النساء الرجل عبد الله والمرأمة الله يعني مقابل عبد أمه الذي يقابل عبد أمه فليس هنا الإيماء بين الرقيقة لا لا شكرا تطلق على الرقائق وتطلق على الحرائر المجر الأنثى الأنثى أمت الله والرجل عبد الله فالذي يقابل عبد الله من الرجال هي أمة الله من النساء وهي حرة وهذا قال لا تمنع إيماء الله بساجد الله وأيضا اللفظ يشعر بمنزلة النساء وقرب النساء فحينا يقول إيماء الله بساجد الله ببعنك كلهم مضافون لله المساجد مضاف لله والإيماء مضاف لله وكذا عبد الله ببعنى أنه عبد لله قال والحديث الثاني حديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي نظر فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفيه إلى آخره هذا الحديث أورده الشيخ لبيان الرواتب السنن الرواتب وغريب إراده تحت باب فضل الجماعة ووجوبها يعني ولهذا حاول بعض الشراح أن يوجد مناسبة يعني السنن الرواتب مكانها ليس هنا السنن الواجبات غير وهذا كان الجماعة سيتي الأذان سيتي أحكم الصلاة كان ينبغي أن تكون فيما بعد لكن بعضهم يعني حاول وإن كان فيه نوع من الله جيد لطيف لكنه فيه نوع من الله التكلم هو في قوله صليت مع رسول الله قال صليت مع رسول الله فكأن قوله صليت مع رسول الله بمعنى أنه صلى الجماعة أنه صلى جماعة وهذا فيه يعني وإلا مكان هذا الحديث ليس هنا هذا السنن الرواتب ليس محلها تحت باب فضل السلاة الجماعة وجوبها لكن على كل حال حيث ورد نتكلم عليه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل إلى آخر هذه هذه السنن الرواتب هذه السنن الرواتب بمعنى السنن التي يداوم عليها ومرتبطة بالفرائض هنا عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها هذه أربع وركعتان بعد المغرب هذه ست وركعتان بعد العشاء أي ثمان وركعتان قبل الفجر هذه عشر المغرب المغرب ليس له العصر ليس له سن راتبة العصر ليس له لا قبل ولا بعدية الظهر فقط هو الذي له قبل وبعدية الظهر له قبل وبعدها الفجر قبلية العشاء والمغرب بعدية إذن الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها والمغرب ركعتان بعدها والعشاء ركعتان بعدها والفجر ركعتان قبلها هذه عشر هذا الذي جاء في حديث عائشة وحديث أم حبيبة أنها ثنت عشرة وزاد أربعا قبل الظهر أربع قبل الظهر سيئة العش أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الشهر وركعتان قبل الفجر فتكون ثنت عشرة ركعة من حكمة السنن هذه وأنها ملازمة لها تقريبا القبلية هي للتهيئة هي للتهيئة لأن غالبا يكون الفصل طال الظهر قبله كان أمل والناس مشتغلون بأعمالهم الفلاح والتاجر واللي في سوقه واللي في عملي واللي في درسته واللي في كله في أعمالهم والجزار والنجار والأخير والعمال والحرفيين والبناءون كله في أعمالهم فإذا جاء للصلاة وخاصة إذا اجتهد المسلم أن يؤدي الصلاة يعني يقيمها كما قال الله عزيزة وعقيموا الصلاة ومدح المقيمين للصلاة أو مقيم الصلاة فالمطلوب وإيقامة الصلاة وإيقامة الصلاة هو أن يشهد المسلم أن يأتي بها على منتهى الكمال ومن الكمال أن يتوضأ وضوءا كاملا وأن يمشي على بوقار وسكينة وإلى آخره والأذكار كذلك أيضا يصلي قبله قبل فريضة لأنه إذا صلى صار في انتقال من الحياة الصاخبة وصفق الأسواق إلى آخره يتهيأ ليدخل فالسنة القبلية تجعله يتهيأ الفريضة وإن كان ما في راثب إلا الظهر والفجر هي قبلية أما البعدية فوظيفة أن تسد النقص الإنسان بعد أن يصلي لا شك أنه يأتي خلل مما يسرح أو كذا أو يشطح ما على البشر والله عزيزي يرحم ضعفنا ولا يؤخذنا إن السنة أخطأ من فضله وكرم وجوده سبحانه وتعالى فالسنة البعدية ترقع ما أصاب الفريضة من خلل هذه هي حكمة السنة قال سليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر أي الراتبة يعني والرواتب هذه تكون في الحضر أما في السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الراتبة إلا راتبة الفجر سوف يأتي معنا الحديث بعد هذا أنه كان يحافظ على راتبة الفجر حظرا وسفرا لا يتركها أما غيرها لا إذا كان سمسافر لا يتنفل لا يتنفل لماذا لأن الشارع رخص لنا رخص لنا أن نصلي الأربع ركعتين فمدى ما أعطانا خفف عنا إذن ولهذا بن عمر يقول لو تنفلنا لا أتممنا لو تنفلنا لو تنفلنا لا أتممنا فما دم أنه الشارع في الفريضة خففا فانتين إذن ما محتاج لصلي السنة يعني السنة الراتبة أما التطوع لا التطوع مفتوح التطوع مفتوح أما في السفر الذي حافظ عن الإنسان الركعة الفجر والوتر الرسول ما كان يدع لا الوتر ولا ركعتين الفجر في الحظر وفي السفر أما ما عدا فالأمر سهل والتطوع مفتوح لكن الرواتب تسقط في أو يعني يتركها المسلم في سفره فقال صليتهم مع رسول الله صلى الله عليه بركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة طبعا الجمعة هي فر الوقت الجمعة هي فرض الوقت لمن صلى الجمعة أما من لم يصلي الجمعة فإن يصليها ظهرا إذا كان معذورا مسافر أو نحو ذلك أو مريضا ولم يصلي الجمعة فإن يصليها ظهرا أما الجمعة فإن لها بعدية أقيل ركعتين وقيل أربعة وقيل إذا صلىها في مسجل صلىها ركعتين وإذا صلىها في البيض صلىها أربعة وركعتين بعد المغرب ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة طبعا وركعتين بعد الظهر طبعا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هذه السنن الراتب وفي نفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته يعني كأن السنن النهارية يصليها في المسجد والسنن الليلية صلها في البيت لأنه قال المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته الجمعة كما قلنا إن صلى في المسجد صلى ركعتين ونصلى في البيت صلى أربعا نأتي إلى السنة في البيت حقيقة أخواني النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نصلي في بوتنا غير الفريضة الفريضة في المسجد الفريضة في المسجد أما السنن فالأفضل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في بيته أفضل إذا المكتوبة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة يعني إلا الفريضة لماذا أولا قال لا تجعلوا بوتكم قبورا لا تجعلوا بوتكم قبورا والأمر الثاني وهذا هو المهم جدا جدا وهو اللي أريد أن أؤكد عليه وهو أن تعمر بيتك بالطاعة وحقيقة إذا وفق الله العبد وعمر بيته بصلاة النوافل وبقراءة القرآن وبالذكر تتنزل بركات على بيته وعلى أهله وعلى أولاده بشكل يعني ملفت والأهم من ذلك هو القدوة كثير من البوت يعانون في تربية أولادهم البناء والبناء ولو أنهم اجتهدوا اجتهادا جادا وصادقا وبدأب مستمرار أن يكونوا قدوة لأولادهم لا حلت مشاكل كثيرة وظهر الصلاح أما المتابعة أو القسوة رفعوا الصوت هذا ينبغي أن يكون بقدر وأن يكون عند الحاجة الشديدة أما التربية تكون بالقدوة تصوروا أن الطفل ينشأ طبعا ابن أو بنت ينشأ وهو يرى أباه وأمه يصلون يرى أباه وأمه السجادة يذكر الله عز وجل ويقرر القرآن ودائما ذكر أسنتهم رطبها من كلها سوف ينشأ يرى بيت يعني تظله السكينة ويظله الهدوء ويظله الأنوار أما بيت مشتتون لا يكاد يأجز في بيته مع أصحابه في النزهات في البرية هنا وهنا وهنا والأم خراجة واللاجة مع خالاتها مع عماتها زميلات صديقاتها تعال بيت وإذا جاء مجرد يرفع صوته على ابنه ويوجه الأبن في داخل يقول أنت لست قدوة لي وإلى مصرح لكن يرى أباها وليس عن ليس عن تلك الاستقامة ترى يا أخوة من السهول أنك تنصح ومن السهول أن تنتقد ومن السهول أن تتكلم في المثاليات لكن أنت أنت بنفسك لم تلتزم سأقول لكم ترفع أنا أنا شاهدتها يعني وهي نموذج يعني كم بعض معارفنا أنا كنت صغير طبعا في حدود 13-13 سنة مع أبن خالي وعمي فلنا خال أو عم كبير ينصح أبن أخيه أبن أخيه في سننا صغير نعم أبن أخيه إلى حد ما فيه تمرد شوي وليس مواضي من على المدرسة ويعني لكنه ذكي ذكي وفطن لكنه يعني فكان عمه يقول لماذا عمه طبعا قبل أن تفتح المدارس وقبل أن تفتح المدارس وقبل أن تفتح في بلادنا فكان ينصح من أخيه أنتم لماذا لا تحفظ على المدارس كذا لو 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 أنا في عهدنا لكنا كذا 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 الولد يعني في ذكاء قال عمي قال لماذا لم تكن مثلا فلان طبعا من العلماء جي في جي ليعالم لدرس طبعا قال لماذا لم تكن مثلا مثلا فلان فلان عالم فأحيانا الولد يعني قد لا ينقد أباه لكنه مدرك النقص لي في أبيه فأنت لا تتكلم عن مثاليات وابنك قد لا يواجهك صغير هو لا يواجهك لكنه لا يرى فيك أنك تتمثل القدوة يبغي للأب والأم أن تستشغل أن تكون أمام أو أن يكون الوالدان أمام أولادهما شبه فعلا قدوة في الصلاة في الهدو ومن أعظم القدوة أن يرونه يصلي في البيت فمن حكمة أن تكون النوافل في البيت هو أن الأبناء ينشأون والبنات ينشأنا وهم يرون أو والديهما يصلون من الليل من النهار ما هو شعور الولد أو الطفل في العاشرة الحدي عشرة حينما يقول لأمه أين أبي تقول والله ما أعزي في البيت فتجد الولد يفتش عن أبيه فقد يفتع غرفه فيرى أباه في السجاد يدعو الشعور الابن حينما يرى أباه فعلا منفرد ويصلي ويدعو أو يقرأ قرآن أو يقول الله عز وجل لا شعور الولد ينسح بحياء ما يدخل على أبيه وهو يقرأ غالب ما يدخل يسح لأنه رأى أباه على حالة من الوقار وعلى حالة من فعل التبجيل فاجتهدوا اجتهدوا فعلا أن تكونوا قدوات لأولادكم في حفظ اللسان في الذكر في قلات القرآن في الصلاة في الأدب حتى في طريقة الأكل الطعام الشراب التحدث مع الجيران احترام الآباء احترام الأمهات احترام الجيران احترام كبار السن تقديم الخدمة للناس إذا كان ابنك معه في الشارع ثم رأىك تقبل بسرعة لتقدم شيخا عجوزا قد عثر احتاج او تحمل معه متاعه هذه القدوات من غير أن تصحب لك هذا جيد لكن التأثير بالقدوة التأثير بالعمل ومن أعظمها أصفل فإذا عمرت بيتك بالصلاة النوافل من الليل ومن النهر سوف ترى الخير وسوف ترى الصلاح وسوف ترى الحياء في أولادك والاستجابة لأولادك وهو الاستقامة يشترى فيهم فالمقصود أن من حكمة سنن في البيت أن يكون الوالدان قدوة لأولادهما قال وفي لفظ فأم المغرب والعيشاء والفزو والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين سجدتين يعني ركعتين يعبر عن ركب السجدة كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر هذه سنة الفجر سنة الفجر طبعا الأول تحدث بالعمر عن شيء شهده يقول صليت مع النبي كذا وكذا أما هنا يقول لا طبع أخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثتني حفصة يعني أختي أن النبي وهو زوجه عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر قال وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لماذا؟ لأن طبعا أدب القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين ثلاثة مرة منها ومن قبل صلاة الفجر فكان لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة فنقل عن أخته حفظة الله عنها أن نبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر قبل طبعا قبل الفجرة وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها هذا هذا خاص في ركعة الفجر وقلنا قبل قبل أنه النبي صلى الله عليه وسلم يترك سنة الفجر ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا لا حضرا ولا سفرا وهذا يدل على أهميتها وأنه ينبغي للمسلم أن يصليها حتى يقضيها لو أنه لم يتمكن من الصلاة قبل الفجر مثلا دخل المسجد وصلاة الجماعة مقامة ودخل معهم يصليها بعد الفجر يصليها ولو في وقت النهي ولو في وقت النهي لكن أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس أحسن أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس فهو أحسن قاد لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل أشد تعاهدا منه على ركعته الفجر وفي نفض المسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني ما أدري يعني فعلا يعني كيف المسلم يكون يكون محروما ركعة الفجر هنا نافلة هذه غير الصلاة غير فريضة نافلة طبعا ترى يا إخواني الفراعض أفضل من النوافل وأعظم أجرا مع أنها واجبة يعني ينبغي أن تفهموا أن الكلام عن النوافل وعظمها وعظم أجرها وفضلها هذا لا يعني أن الواجبات مع أنه أقل منها لا الوجه الأفضل وعظم أجرا فإذا كان ركعة الفجر وهما سنة خير من الدنيا وما فيها فما بارك بالفراعض إذن الدنيا لا تساوي شيئا الدنيا لا تساوي شيئا في مقابل همة المسلم نحو الآخرة فإذا كان ركعة الفجر خير من الدنيا وفيها فما بارك بالفراعض والواجبات هذا لا يعني أن الدنيا أن نسليهم للدنيا لا الدنيا مزرعة الدنيا مزرعة نعم المال الصالح الرجل الصالح المال والبنون جيدا حيال الدنيا ما حينما نقول خير من الدنيا يعني خير من الدنيا إذا كان في مقابل الاستزادة من العمل الصالح أما إذا كانت لا وظفت الدنيا للعمل الصالح هل تخيرون كثير وكثير من الأخيار الذين يوظفون الدنيا للعمل الصالح يعني بر الوالدين احسان للجيران يعانة الضعيف يغاث الملهوف هذه كلها دنيا هذه هذه الدنيا هذه أفضل فحينما تكون عملك في الدنيا أو وظفت الدنيا كلها العمل الصالح المقصود الدنيا التي ليس فيها العمل الصالح أما العمل الصالح الدنيا مزرعة والدنيا هي ميدان العمل الصالح والله عالم صلى الله على محمد وعليه وصحبه 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 ترجمة نانسي قنقر